بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في مقرر رياضيات الأعمال 101 كمي الذي يدرس لطلاب كليات العلوم الإدارية والمالية جامعة الملك خالد يحتوي هذا المقرر على الموضوعات الهاتية أولا الدوال ثانيا المعادلات ثالثا المحددات رابعا المصفوفات خامسا نهاية الدوال والاتصال سادسا التفاضل سابعا التكامل وقبل الدخول في موضوعات هذا المقرر يجب أن نتعرف على بعض المفاهيم الأساسية ومن هذه المفاهيم المتغير والثابت الذين يعتبران هما الأساس لبناء أي علاقات رياضية المتغير هو الذي يأخذ قيم مختلفة ويرمز له بالرموز XYZ مثل درجات الحرارة أو زين الطلاب أعمار الطلاب مدة الخدمة لعدد من العمال السعر أو الكمية المعروضة أو الكمية المطلوبة لعدد من السلع في السوق وهكذا الثابت هو الذي يأخذ قيمة معينة لا تتغير ويرمز له بالرموز A أو B أو C وهكذا مثل عدد الشهور في السنة عدد أصابع الأيدي أو الأرجل وهكذا بمعنى أن القيمة الذي لا تتغير أو تكون واحدة تسمى بثابت أنواع المتغيرات تنقسم المتغيرات إلى أولا المتغير المنفصل هو المتغير الذي يأخذ قيم منفصلة أو يأخذ أعداد صحيحة فقط بمعنى أنه يأخذ القيم 0-1-2-3 وهكذا أو ممكن أن يأخذ سالب 1-2 وهكذا فمثلا أعداد الطلاب في الجامعات ده يمثل متغير منفصل عدد أفراد الأسرة يمثل أيضا متغير منفصل عدد حورات المسكن أيضا يمثل متغير منفصل عدد الحوادث اليومية على الطرق السريعة يمثل أيضا متغير منفصل وهكذا النوع الثاني من المتغيرات المتغير المتصل هو المتغير الذي يأخذ قيما متصلة بمعنى أنه من الممكن أن يأخذ أعداد صحيحة وأعداد كسرية وتكون قيمته محصورة ما بين قيمتين فمثلا الأجر الشهري لمجموعة من الموظفين يمكن أن ينحصر ما بين 3.000 و 10.000 ريال كذلك درجات مجموعة من طلاب الجامعة وكذلك أوزان الطلاب وعمرهم ومعدلهم التراكمي درجات الحرارة اليومية كل هذه أمثلة للمتغير المتصل كذلك ينقسم المتغير إلى متغير مستقل حيث المتغير المستقل هو المتغير الذي لا تتوقف قيمته على قيمة متغير آخر مثل الدخل والإنفاق الدخل يعتبر متغير مستقل والإنفاق يعتبر متغير تابع لأن الإنفاق يتغير تابعا للتغير في الدخل أيضا الكمية المطلوبة أو الكمية المعروضة والسعر لسلعة معينة يعتبر السعر هو المتغير المستقل أما الكمية المعروضة أو الكمية المطلوبة فمتغيرات تابعة كذلك ينقسم المتغير إلى متغير تابع المتغير التابع هو الذي تتوقف قيمته على التغير في قيمة متغير آخر على سبيل المثال الدخل والإنفاق الإنفاق متغير تابع والدخل متغير مستقل لأن الإنفاق يتغير تابعاً للتغير في الدخل كذلك الكمية المطلوبة والسعر تعتبر الكمية المطلوبة أو الكمية المعروضة متغير تابع أما السعر فمتغير مستقل بعد انتهينا من تعريف المتغير نبدأ بتعريف الدلة الدلة هي عبارة عن علاقة بين متغيرين أحدهما مستقل اللي هو X والآخر تابع اللي هو ال-Y بحيث أن كل عنصر من عناصر X يقابله عنصر وعنصر واحد فقط من عناصر Y بمعنى كل عنصر من عناصر X يقابله عنصر واحد فقط في هذه الحالة إذا كان كل عنصر من عناصر X يقابله عنصر واحد فقط من عناصر Y تسمى العلاقة علاقة دلية أما إذا كان كل عنصر من عناصر X يقابله أكثر من عنصر من عناصر Y فالعلاقة هنا تعتبر علاقة غير دلية ويمكن تحديد قيم Y إذا علمت قيمة X ويقال أن Y دال في X ويمكن التعبير عن هذه العلاقة على الصورة Y تساوي F of X وتسمى عناصر X بنطاق الدالة domain وعناصر Y بمدى الدالة فمثلا العلاقة بين الدخل القومي X والإنفاق Y العلاقة بين الدخل القومي والإدخار Y كل هذه علاقات دالية العلاقة بين السعر X والكمية المطلوبة Y من سلعة معينة أنواع الدوال النوع الأول من أنواع الدوال هو الدالة الصريحة الدالة الصريحة هي الدالة التي يمكن التعبير عنها صراحة في الصورة Y تساوي F of X والأمثلة على هذه الدالة Y تساوي X تربية زائد 4X زائد 5 رقم 2 Y تساوي X plus 5 رقم 3 X تربية زائد Y تربية تساوي 25 هذه الدالة ليست موضوع على الصورة Y تساوي F of X لأن X و Y في طرف والسابت في طرف ولكن يمكن وضعها في صوراتها الصريحة كما هي في الشكل Y تساوي جزر X تربية ناقص 25 وذلك بأغز الجزر التربيعي للطرفين النوع الثاني من أنواع الدوال هو الدالة الضمنية الدالة الضمنية هي الدالة التي لا يمكن التعبير عنها على الصورة الصريحة اللي هي Y تساوي F of X ولكن يتم التعبير عن هذه الدالة بالعلاقة F of X و Y تساوي 0 ومن أمثلة هذه الدالة Y تربية زائد 9XY زائد 8X تربية زائد 13 تساوي 0 من الملاحظ أن المتغيرين X و Y في الطرف الأيسر ولا يمكن فصلهما وبالتالي لا يمكن التعبير عن هذه الدالة في الصورة الصريحة اللي هي Y تساوي F of X أي جعل Y في طرف و X في الطرف الآخر